فوق القانون مهما بلغت من قوة ومهما استطاعت من بطش لكن يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي تخرق القانون الدولي بلا رادع تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط تبني المستوطنات في خرق واضح للقانون الدولي من دون رد تصادر أراضي فلسطين من دون مساءلة تطرد المقدسيين من بيوتهم من دون حساب تقتل حق شعوب المنطقة في السلام من دون اكتراث ولم يطلب مجلس الأمن حتى وقفا لإطلاق النار في حربها الحالية على غزة التي تقتل أربع عشر مدنيا فلسطينيا كل ساعة تسلب حياة امرأة فلسطينية كل عشرين دقيقة تفطر قلب أم أو أب على طفل غيبته قذيفة دمرت بيته أو مدرسته كل خمس عشر دقيقة ماذا تقول أم فلسطينية لطفلها إذ يطلب شربة ماء فلا تقدر أن تلبيه هل سينسى يوما هذا وإن عاش إن أنت في أذنه وسط هدير الموت أن حرمانك من الغذاء والماء والدواء جريمة حرب لكنك فلسطيني حقك مهضوم القانون الدولي لم يوجد لمثلك ليس لحياتك قيمة حياة غيرك الزملاء العزاء كفى موتا كفى عنفا كفى حروبا كفى بؤسا كفى قهرا وكفى ازدواجية في معايير تطبيق القانون الدولي ولأصدقائنا الذين يعتقدون أنهم يخدمون إسرائيل في دعم حربها على غزة والذين يظنون أن مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية نحو الفلسطينيين تؤدى عبر دعوات تأخرت لإصال المساعدات للغزيين نقول بصراحة للموقف الداعم لإسرائيل هذا ينفعها ولا الموقف إذا كارثة الفلسطينيين يقنعهم أو يقنعنا